اشتركوا في القناة النهاردة هنتكلم الحقيقة في صحة الفم وتجميل الأسنان أسناننا الحقيقة محتاجة صيانة دورية لأنها من النعم ربنا الثمينة اللي منع علينا بيها وزي كده ما محتاج نعمل صيانة لعربياتنا بصفة دورية من أمن لآخر أسناننا برضو محتاجة نعمل لها صيانة وده من خلال الإجراءات التعوضية لما يحصل لقدر الله فجد لبعض الأسنان لازم فورا نعمل إجراءات تعويدي زي مثلا تركيبات السبتة والمتحركة النهاردة هنتكلم في إيه؟ هنتكلم في التركيبات السبتة والمتحركة والبروتوكول اللي لازم ننشي عليه بعد ما نعمل زراعة أسنان وإمتى نتجه للتركيبات السبتة وإمتى للمتحركة وكل ما يخص زراعة الأسنان كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة مع بعض مع ضيفي المتنائز الدكتور محمد الفرجاني دكتور محمد الفرجاني ماجستير جراحة الوجه والفكين عضو الجامعية الأمريكية لزراعة الأسنان دراسات عالية في أمراض الفم وعلاج اللتاء نسمحوني مع بعض نرحب بالضيف تفن العزيز علينا دكتور محمد الفرجاني أهل وسائل منك أهل منك واني دكتور وقت نورتنا نور ربو وودك ربنا خليك دكتور صراحة نور ده موضوعنا مهم جدا ويعني مفيش شريحة معينة بتقتصر عليها أمراض الأسنان كمان بقت موضة دلوقتي حديثة دلوقتي اتجاه الحديث للأسنان الأول كان لازم يحصل دفكت أو خلل في الأسنان عشان نروح للدكتور دلوقتي بقى الناس روح باستمرار رغبطا في النشكلة يبقى أحلى تعمل هوليدو سمايل تعمل زي ما قلت إجراءات تعودية موضة تمام وهو خصوصا دلوقتي لازم كل 6 أشهر أساسا المريض راجع دكتور السنان على الأقل مرتين في السنة ده مراجع غير الهوليدو سمايل والحاجات التجميلية خالص ده لصحته يعني أموما طيب دكتور زي ما قلت في أول حلقة فيه تركيبات سبتة تركيبات متحركة عايزين نعرف على أي أساس سيادتك بتختاري المريض وتقوله أنت عامل تركيبات سبتة لا وانت عامل تركيب متحركة أولنا التركيبات السبتة دي أنواع والتركيبات المتحركة أنواع وبالنسبة للمريض اللي بيحتاج تركيبها سبتة دايما بتكون أثناء الأورى اللي هيجي بتاعتك كويسة جدا السنانه أنتك سليمة كويسة نقدر نركب عليها تركيبات سبتة بالنسبة للمرضى السكر ما ينفعلهمش أساسا تركيبات سبتة إلا مريض السكر لول كونترول دي مهمة قوي دكتور نقطة كده عايزين نقاف عندها مريض السكر أحسن له التركيبها المتحركة على كده بقى مش السبتة أحسن له المتحركة مش السبتة بس لما يكون كونترول بنعمله كأنه نورمال بيشنت خالص لما يكون مريض سكر كونترول كونترول يعني بياخد نسب الأنسولين فمعادلها يا جماعة ملتزم بالعلاج منظم يبقى 10-400 و600 والسكر والتركيب بتاعه عالي قوي وعمل له أنا تركيبها سبتة مش هينفع فدايما إحنا بنختار المريض تركيبات السبتة اللي هو السنانه تبقى كويسة أولى هجين بتاعته كويس أما المريض اللي بنروح له المتحرك طبعا الناس اللي هم الطبيعي بتوعنا خلص اللي عندهمش السنان خلص لأن المتحرك في منه فقدان كامل لكل الأسنان وفيه فقدان جزء الجزء يبين ركب له طاقم جزء الفقدان الكامل يبين ركب له طاقم العادي بتاعنا طبعا دكتور الميزة في تركيبة السبتة تانية تاني معلش بتنفع لجميع الفئات العمرية معادة مريض السكر معادة مريض السكر تمام واللي لازم يبقى عندي سنان أمامية وسنان خلفية لأن التركيبة السبتة اللي ما بيجي ركبها محتاج درس أمامي ودرس خلفي هركب عليه لكن جاني المريض ما عندهش درس خلفية هركب له ازاي سبت منفع نعمل بقى زرعة ده زرعة ده موضوع تاني وده هو الفيرست شويس أساسا لما يجينا المريض المركز أول حاجة رقب واحد الزراعة تمام ما كانش فيه إمكانيات للزراعة أو غيره فيه إمكانيات مادية أو إمكانيات عنده صحية العضن الرتعه فيه برزور بشان جامد مريض سكر مطلعبط بعد أورا الهيجين من الزراعة للتركيبات السبتة بعد أورا الهيجين يعني نضافة السيئة ما فيش عناية ومش مهتم باسنانه خلص وبقوا دايما ما فيه جير وبيوب وتسويسات فده مش هيساعدنا في الزراعة طبع يخلي يا دكتور الزرعة طبع طبع ما فيش أورا الهيجين كويس ما فيش نضافة تمام بيأثر على سببات الزرعة وبالتالي بتقع ما بتثبتش فرقم واحد الزراعة رقم اتنين التركيبات السبتة رقم تلاتة التركيبات المتحركة طيب إحنا دلوقتي عرفنا أن تركيبات السبتة ينفع لجميع الفئات العمرية بس أقل من 18 سنة برضو مينفعش أقل من 18 وزيادة عن كام ماينفعش لا ينفع لا ينفع مدامة السنة서�pton كويسة عادي 60 سنة و 70 سنة مدامة هو كويس وخسيم 플�سSE و السنن كويسة ينفع تركيبات السبتة طيب التركيبات المتحركة يا دكتور إيه العيب اللي فيها التركيبات المتحركة أول عيب في التركيبات المتحركة أولا التركيبات المتحركة بس نعرف فيه فيه الطقم الكامل أنا أبداً على تحركة كلاسيك العادي وفيه طقم جزي اللي هو فقط بعض سنانه أو دروسه والباقي موجود وفيه حاجة اسمها أوفردين شهر أنه أنا بممكن ما عندهش سنان خلص ومعمل زرعتين وركب عليهم إيه الطقم بتاعي اللي هو الطقم المتحرك فوق تحت بس يبقى ثابت بالزراعة يبقى ثابت بالزراعة بالنسبة لها بالتركيبة المتحركة رقم واحد المريض ما بتعودش عليها بسهولة بتبقى معاناة في الأول في الكلام مش قادر يتكلم مش قادر يتعود عليها بنقوله دايماً تبتدي بحاجات طريقة أكل صغير قطع فدايماً مشكلته كده من ضمنها برضو كمان بييجي بالليل بينام بيقلحها بحطها في كبية فيها مياه أو بحط فيها راس تنظيف فالحاجات دي كلها بتأثر عليه وخصوصاً أول شهر تقريباً نقول المريض أول سبعين ثلاثة لا تبقى عرف تأكل لا عرف تشرب ما عرف تتكلم مخنوق منها عايز تشيلها وترميها تخلوا في قشر التب بين سنانك أيوة حزز بإحساس غريب كده دخيل عليه دخيل عليه وخصوصاً كمان الطقم اللي يبقى في الأول بيبقى حاجة جسمة بيلفوزها فدي أكتر حاجات يعني متعبة بالنسبة للطقم بما مميزاته بيعرف المريض يخسله بينظفه بركبه تهنيه لكن صعبته في أن يتعود عليه طيب أي أنواع الخامات يا دكتور يتعامل بها التركيبات احنا عارفيني في كذا خامة في زركونيو تقريباً في إيماكس في بورسلين في أنواع كتير عادي نعرف في عجالة كده المميزات لكل من دول وعيابها بالنسبة للتركيبات السابتة وبالنسبة للتركيبات المتحركة التركيبات السابتة هم ثلاث أنواع تقريباً عندنا موجودين بورسلين زركون إيماكس الإيماكس ده التوب بتاع التجميل أحسن حاجة أحسن حاجة بس إيماكس بتعملش غير في الأنتيريور في المنطقة الأمامية بس لأنه ضعيف عيبوا أنه ضعيف عشان كده احنا بنستعمله في المنطقة الأمامية ما يكونش فيها ضغط جامد على الأكل يعني أفهم من كده أن الدروس ماينفحش نعمل بها إيماكس لا زركوني الأفضل نحن نعمل الزركون الزركون قوي صلب بيدي نفس لون الأسنان هو يعني إيماكس التوب الزركون كويس جدا بالنسبة للدروس الخلفية فبيستحمل يعني أنا اللي ماكس ما قدرش أعمل منه جسر أو كبري لكن الزركوني أقدر أعمل منه جسر أو كبري الزركون طبعا البورسلين ده أولد سكول دلوقتي اللي أن البورسلين أساساً بيبقى معمول من معدن فوق منه طبقة البورسلين طبقة البورسلين دي بتبقى طبقة ضعيفة فلازم أعمل لها حاجة معدن يتحط عليها إيه دي يبقى في الدروس يا دكتور غالباً هو بيبقى في الدروس وبيبقى في السنان بس البورسلين من ضمن عيوبه بيعمل حاجة المعدن الموجود في البورسلين بيعمل انحسار للأسا فبيظهر خط كده عند اللأسا الجري لاين خط اللي هو الأسود بين الزرع وبين اللأسة الله ينور على حدث بالنسبة للموضوع الزرع الزرع ينفع يعني الزرع نفسها بيبقى فيها هو جسم معدني تيتانيوم فأنا لما يجي حط فوق الزرع كمان ما ينصحش إما حط نفعش الإيماكس خالص لأن الإيماكس مميزاته الترانسلوسين تحته عالية شفافيته عالية والنتشرالي بتاعته طبيعية جدا وريد قوي من طبيعي جدا أفهم من كده دكتور أن الهوليود اسمايل بتتعامل إيماكس بتتعامل إيماكس طبعا عشكي بقى شكلها ناتشرال ناتشرال خالص بس فبس بتختلف طبعا من الجماعة بتعرض كاربت بتحكم انتو بيحبوا اللون الفيج قوي وفي مريض بيبقى عايز لون متناسق مع لون بشرته فيه كونسف تاعة الجماعة الأجاني بيقولك لون سننا ما تبقاش أبيض من لون بيض عيننا بس إحنا في مصر هنا بيحب المطار قعدة شوئي طيب دكتور عايزيني نعرف كمان التركيبات السبتة لهل هي عمر افتراضي يعني عجوقة معاية بتغيرها تاني التركيبات السبتة المفروض اللي هو البورسلين ده مفروض يعني يبقى ليه تشك كده كل ستة شوء لأن أحيانا بيحصل زي مرود الحضرتك نحصار للأسة بيتجمع فضلات أكل فتبقى السنان اللي تحت التركيب من ضمن عيوب التركيبات السبتة بالمناسبة إن احنا بنوبرد الدروس اللي قبل واللي بعد فالدروس دي يعني احنا كده بنبهدل الدروس اللي احنا بنركب عليها عشان كده بقول لحضرتك الفيرست الشوز عندي زراعة طبعا مفيش زراعة هيا أعمل التركيبات سبتة التركيبات السبتة ببرد الدرس الأمامي وببرد الدرس الخلفي طب كلام حضرتك ده بياخدني لسؤال مهامي الزراعة هل غير عمر فتراضي؟ مدى الحياة مدى الحياة يعني حالك بتدي جرانتي أو دمان مدى الحياة أولة طبعا أما بالنسبة للتركيبة السبتة بنوبرد الدرس الأمامي وبنوبرد الدرس الخلفي فبنأثر بعد كده على الدرسين اتبرده يعني صغره يعني اتبهدله خلاص فانت كده حكمت على السنة او الدرس ده تقعد طول عمره بتربوش ده اللي هو البردج يا دكتور فالبردج او الكبري ده يعني على الأقل نتابعه ثانيا الموضوع النظافة فيه ربنا خلق سبحان الله السنة الطبيعية بيعصال الله مساج وبتغسل نفسها نفسها اولا ولكن التركبات تستبتة لازم غسيله لازم اهتمام والغسيل مش بس بالفرشة مضمضة خط طبي خط طبي في الكبري مقدرش لان خلاص المسافات كنكتة مع بعض مقفولة فمقدرش حط الخط الطبيعش كده من ضمنه بالتركبات السابقة انها بتجمع فضلة اكل انها ممكن تعمل ريحة مالوقت عشان كده لازم فلقب على طول مع الدكتور السنة يعني اي تنظيف لها او اي جرق او اي فلقب او اي فلقب زي نسيتك قلت لبيبقى مع الدكتور هو ماذا يعمل عناية يومية يعمل عناية يومية طبعا في البيت بس هو برضو يتابع مع الدكتور عشان ممكن بعد كده السنة اللي اتبارت دي بيحصل لها بعد كده انها تحتاج عصب بيحصل لكش للعاب او الاكل او 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 بيبوز السنة اللي تحت فبضطر ان انا اعمل عصب في دكاترة بتعمل اساسا عصب قبل ما تعمل الكبري من اساسه يعني عندهم مدرساء بتقول انا اعمل الكبري خلاص اشيل العصب من السنتين دول فاحنا ما بعملش كده احنا بنعمل نلزق التركيب نلزق موقعة الاول ونشوف لو في حساسية ظهرت اثناء اللزق الموقعة نشيل العصب ما حصلتش اللي حساسية ولا حاجة لي نشيل العصب ليه فاحنا دايما بننصح ان رقم ما حتزرع رقم اتنين التركيب السابت والتركيب السابت قريت نبعد عن البورسلين خالص دلوقت كله مبتاج ناحية الزركن وناحية الاماكس فالخلفي نستخدم زركن في الامامي ايماكس طيب الزرع بما ان هي هل في موانع عند بعض الناس منعنية تزرع ولا كل الناس حضرتك تقولهم يلا جاهد نعمل زرع لا لا طبعا اولا المريض بيجينا مثلا اللي عنده سكر متلغبط عالي ده ما عنده سكر ربعميات وخمسمائات يزبط سكر وبعد كده نعمله في حاجة اسمها سكر التركومي ما يكونش اكتر من سبعة امانية سكر التركومي ما يجينش واحد عامل عنده سكر تركومي تلتاشرات واربحتاشرات وازرع له هاي فالير مش هتمسك الزرع الناس اللي عنده مش هشف في العظام ما ده مش هينفعله زرع لان الاساس ميكانيز من بتاع الزرع ان انا بحط الزرع في العظم وبنسيبها لمدة 3-4 شهور بيحصل حاجة اسمه ان العظم يمسك في الزرع دي نفسها فهو عنده سكر انها هشف في العظام فهي اعمل ازاي باتور الهيجين واحد ما فيش اي اهتمام خلص بوقه خالص فده برضو هيفالير زرع حتى لو زراعه حتى لو حرجو تقول يعني جرانتي ماذا الحياة بس لازم برضو لازم ما يبقاش هيفي سموكر انا حطوله الزرع من هنا اي 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 او ينور عليك ما بقاش انا حطوله الزرع من هنا تاني يوم تلت يوم بيشرب بالعلبة السجير و هيفي سموكر فده هيأثر على ثبات الزرع تماما فمش كل مريض سنين كسفت العظم في مريض بيجيني ما عندوش عظم حط فيه زرع فالحاجات دي احنا بنقدر نتغلب عليها دي بقى لو حاجة جينيتيك او راسه من نفسه نقدر نعمل استعاضة للعظم لكن لو سكر او مثلا زي مسيتك قلت بانها يجيب لازم يكون كنترول لأ ما في ناس مرضى سكر وبنزرع لهم بس يكون كنترول ده بنعمله كالنورمال بيشنت يعني كنترول دي سكري ما عندش ال 100 و 60 و 80 و 200 وسكر التراكم بتاعه يبقى كويس بالنسبة للزراعة زراعة طبعا الناس اللي عندوهم بول لص دول احنا بنعمل لما يجينا المريض ما بيقول إن شاء الله زراعة على طول ده بيعمل لنا إشعة سلاسية الأبعاد وبناء نعلي بنشوف كسافة العظم طول العظم وقطر العظم وبناء نعلي بنزرع لهم مش هابه هزرت كده وخراسك يعني برضو بنعمل البروتوكول الطبيعي جدا قبل أي زراعة بس بيبقى كل الشريح المجتمعية تقدر تعمل ده بس الصغيرين من الزراعة برضو ما ينفعش حد 18 سنة عشان تكوين العظم يا دكتور تكوين العظم لسه العظم بيكون المتيور لسه فالطفل بينمو فما ينفعش فيه زراعة قبل سنة 18 سنة طيب في بعض الحالات في دكتور تعمل تركيبات وبعد فترة بيحصل لها مشكلات زي انحصار اللزة زي اللزق بيفك فيه ناس بتقول لها جالها بقرة صددية الناس دي بيحصل لها كده دي الناس بتوعبوا بقرة صددية دول من الأول يعني المفروض مريض جاي يعمل تركيبة أي أن كان كوبري طربوش لازم نعمله إكسري ونشوف السنان اللي احنا نركب عليه ما ينفعش نعمل كوبري على سنان مسوسة فالتسوس دي أساسا بيوصل بعد كده للعصب وبيعمل أبسس خراج فبيطلع عندي بقرة صددية من السنان وفي ناس بيطلع عندها بقرة صددية من اللس عنده بقرة صددية طالعة من اللسة مفيش غسيل مفيش اهتمام مفيش نظافة فطالع البقرة الصددية من اللس فأنا قبل ما أعمل أي تركيبة لأي مريض بعمله إشعة لازم التركيبة بتكون على سنان سليمة كويسة لو فيها تسوس أنا بنظفه وبحشيه وبعد كده عمل عليه الكبري أو عنده مشاكل فاللسة بعالجها إن كانت بلوب إن كانت فيه خراج لسوي بعالجه الأول مضافة وبعد كده أعمل عليه التركيبة لكن أنا ما أعملش تركيبة على سنان فيها تسوس أو سنان فيها حاسس تيفدي عالية فالمريض بعد فترة هيطلع له البقرة الصددية تحت تركيبة ونضطر بعد كده نشيل كل ده ونعالجه ونعملها تاني ونعيد في قصة تانية طب بالنسبة للمضمضة المية سخنة وملح إيه السحر في الموضوع ده يعني بيقول دكتور بي دايما يقولوا يعني دي أحسن من أغلى موس ووش ممكن تتوصف لكم ليه يا دكتور؟ المية وملح اللي هم مفعول فعلا سحري على اللسة جامد وبتسرع الهيلينج بسرعة رهيبة جدا يقول التام يقول التام وبتعمل يعني دايما المية السخنة بتعمل بفضل بتوسع العباية الدمية فبتغزي اللسة أكتر فالدنيا بتبقى تزبط جدا معنا في موضوع المية الدافية بملح مع المضمضة برضو اللي المضمضة بتبقى بكتيريوستاتيك يعني بتقتل بكتيريا فبتدي نتيجة هيلة جدا طيب يا دكتور لو حد عمل هنرجع نتعب بس شوية للموضوع الحشوات عشان دي سؤال جايلي برضو لو حد عمل حشوة اللي المؤقت تمام وبعد كده فضل فترة طويلة ومعملش اللي البرمننت أو لدائم بقى المفروض تتعامل بعدها فترة هل حركة دي ممكن توصله ليه لجع عصب أو يأزي العصب طبعا هو خصوصا حشو المؤقتها يعني عمرها الافتراضي 15 عشر عشر يوم فيه ناس بتقعد مع الحشو المؤقت لما يكون نوع كويس وبتاع ممكن تقعد معها شهر واثنين وثلاثة وقع الحشو المؤقت والمرض مش حاسس فتجمعها فودسترنيشن حصل تراكم للأكل والكلام ده كله فبوز تاني تحت الكفت الكفت دلوقتي أنا لما حفرت خلاص بقى السنة مفح محفورة فانت كده جاهزة للتسوز بسرعة رهيبة غير طبقة الإنامل في الأول وطبقة الدينتين انت شيلت الإنامل شيلت الدينتين الأكل جاهز على طول يخش على البلب فبكده طبعا المريض بيفوز طيب هل لو في مريض جزء من الكراون بتاع السنة بتاعته بكسرت هو القتربوش الخارجي ده جزء الأبيض هل البديل الوحيد للحالة دي الخلع؟ لا بص ده أول بديل يا دكتور ما نقول لحضرك الحاجة بالنسبة للبرسلين لما جاءنا تكلمنا البورسلين من ضمن عيوبه ما ينفحش أنه نعمله ريبير يعني مدام يدخل في بق المريض قاعد سنة اثنين تلاتة بنيجي ندخله الفرن وبعد كده بيفرقش يعني بيتكسر فما ينفحش يرجع تاني أما الزركن نقدر نعمله ريبير فنقدر يعني والزركن كمان البورسلين تحت منه معدن فلما بيكسر جزء البورسلين بيباني المعدن والمعدن ده بيغير طعم البق وطعم الأك فدائما عند شكوة عند المريض من تركيبات البورسلين لكن الزركن هو كله أبيض نفس لون السنان البوضي بتاعه فيه الزركن على فكرة فيه البوضي بتاعه بيبقى أبيض وفوق منه طبقة سرامك وفيه كل القلب كله زركن ففول زركن يوم يعني فده حتى لو تكسر جزء البورسلين أو جزء من الزركن بيبقى أبيض فبيعملش مشكلة حتى مع المريض وبنقدر نعمله ريبير طيب لو بعد المريض ما عمل زرعة والأماكن ما بين الزرعة واللي قبلها هو الساعة هل حضرتك تقدر تشيلها تاني وتحط حاجة أكبر بحيث تملى المكان ده دي مشكلة برضو جاتي على البيض نقدر نقدر بالنسبة الزرعة عبارة عن إيه الزرعة عبارة عن ثلاث أجزاء جزء بتحط في العض وجزء اللي هو الطربوش الخارجي وفيه جزء اللي هو واصل ما بين الطربوش وما بين اللي بيربط الطربوش في الزرعة فإحنا بنشيل الطربوش وبنكبره المسافة بس بالمعقولة بحيث إن السنة ما تكبرش تاخد مني عرض أكبر ويبقى باينة إن هي بقى إن دي أكبر ودي أصغر يعني ما تبقاش سنة عريضة قوي وزادت المسافة واللي جنبها تبقى أقل في الدامتر بتاعها فإحنا بنعرضها بالمعقول طب ما يعني خطورة يا دكتور الانتر دينتل سبيسز أو مسافة البيانية بين الأسنان في الزرعات بيعمل خطورة على الزرعة نفسها لا انت بصي لو فيه إحنا التركيبة بين زرعة وبين زرعة الزرعات بتبقى سابتة ما تتحركش ما فيهاش يعني السنان الطبيعي اللي خلالنا ربنا فيه حاجة اسمها بيردينتالليجامينت فالسنة بتروح وتيجي لكن الزرعة بتبقى حركة خفيفة لكن الزرعة بتبقى جسم صال بريجيت في البول ما بيتحركش خلص فبالمجرد أنا بعمل زرعة هنا وزرعة هنا وبحط بينهم بريج أو حاجة ما فيش أي مسافات بتحصل لها حاجة لو زرعة وحيدة الزرعة مش بتتحرك لكن السنان اللي جنبها وهنا وهنا هي اللي ممكن يحصل فيها كده نتيجة ممكن خلع درس خلفي فحصل دريفتنج للسنان فممكن يحصل الكلام ده احنا بنعالج الزرعة بالمعقول ممكن نغير التربوش نعرضه ممكن نعالج السنان اللي جنبها بنعمل فينير أوهي حاجة بحيث ان احنا نقفل المسافات من غير ما ايه نبوز الزرعة ولا نبوز حتى السنان تمام فيه فينير فيه كومبوزيط دايك نقدر عمله فيه حاجات كتير قوي قدر عمل اقفل المسافات البيانية اللي حتك بتقولي عليها طيب الفنير بقى دكتور ايه الفرق بينه وبين اللامانيت اللي احنا عمل نسمع عنه بقى كتير فيه لومنير وفيه فينير الفنير ان احنا بنشيل اللومنير اقل شوية في السمك من الفنير الفنير لازم بشيل يعني بعمل نص ميلي ريداكشن على السنة خصوصا الليبيلي وبعد كده بلزق اللي هو ايه يعني اللومنير اقمن او احنع السنة من التحضيرات من التحضيرات كنتيك تهيلة جدا اللومينير يعني هو اللومينير رقم واحد الفينير رقم اثنين. لان هوليد اسمايل ممكن اعملها انا في سورة ترابيش. ده مش حل كونسرفتف خالص ان انا ببرد كل السن واللومينير ممكن اعملها اللومينير ده باشيل جزء بسيط جدا من السن. وممكن اعملها فينير. بس باشيل او بوينت فايف على اقل. فالحل رقم واحد لومينير الحل رقم اثنين فينير. اخر حاجة ترابيش دي لو كان مثلا انه هو عامل عصف فسنانه والدنيا ضيعة. وما ينفحش فيها الل الليها لو استنى متضمرة أو مكسور منها كتير ومكسور منها فبنا بأعمل بلجأ ساعتها للطرابيش وساعتها بلجأ للطرابيش إيه طبعا الإيماكس في الأنتيريور إلزركم في البوستيريور بننسى خالص البرسلين خالص طيب يا دكتور بالنسبة للهوليد إسماعيل هل لها عمر افتراضي؟ يعني بتيجي بعد فترة بتضطر تغيرها للمريض والله بس الهوليد إسماعيل طول ما هي بتقعد من يعني احنا حالات عاملنا لها سبع سنة وعشر سنة زي الفل لكن في مرضى مثلا مادمة انت مش بوضى معاك حاجة وزي الفل بس انت تراجع اللي بيحصل فيه ممكن الحمضية في البقاء بتزيد أكلات معينة بتزيد تلاقي التسوس لأنه احنا قلنا الهوليد إسماعيل بس الجزء الخارجي للسنة فممكن يعني كل ستة شهور المتابعة الدورية أو مرتين في السنة المتابعة الدورية بيحصل فيه تسوس في الجزء الداخلي من جوه المرض ما بيشوفوهش لكن العدسة ما بيحصلش فيها حاجة وياخد عليها جارانتيه لمدة عشر سنين ما فيش اي حاجة في العدسات بتحصل لكن فيه تسوس داخلي انه نظفه ونحشيه بسرعة ما هو بيكسر السنة من جوه وبالتالي بيكسر مين وبيكسر العدسة معاه ثانيا فيه حاجات مثلا واحد بيقولك انا بقى أزلب خشب كتير او ان انا باكل حاجات نشفة كتير ما هو بيبوز نفسه فيه ناس السنانة طبيعية ما بتقدرش تاكل بقى الحاجات النشفة تخيالي بقى بيأكل حاجات نشفة على عدسات بيصرع من كسرها طبعا فانت ايه محافظة مش اكتر لكن اللي هي مدامة زي الفل وتقعد معك عشر سنين وخمستاشر سنة يا اللهم إلا إذا كان حصل حاجة وبتتغير يعني حصل مشكلة في عدسة واحدة لان هي بتيجي ممكن اشيل العدسة دي وحط عدسة تانية مش لازم اغير كل العدسات طيب وتحسس الأسنان يا دكتور هل بيزيد بسبب الهوليو دي اسماعيل ولا ده سوق بقى في التركيب يعني الناس اللي حسيت أسنانها بتقدرش تاكل عايس كريم الناس دي كده هي هتعيش طول حياتها بالشكل ده عندها تحسس الأسنان ده نتيجة ايه؟ هو بيحصل حاجة اسمها يعني روت اكسبوجر وانحصار لللسة ممكن هو بيستخدم طريب فرشة أسنان بطريقة خطأ بيدوس جامد قوي في اللسة اللسة بس بنعملها جاست مساج خفيف وحتى السنان نفسها في ناس بتستعمل بعنف فبيحصل ان روت اكسبوجر يعني هو في اعتقاده ان لما يدوز جامد السنان هتنضف أكتر وتبقى أحسن أو تبقى أبيض أكتر هو بيبوز هو كده بيبوز مش بيصل في ناس بتخسل غلط لحد النهاردة بتخسل عكس نسيج الأسنان بالجم مش بالطول من فوق لتحت وبعنف فده بيعمل لهم الحساسية الجامدة دي انت بالنسبة للمريض اللي بيجاي يعمل عدسات أو جاي الكلام دا لو في عنده حساسية مفروطة فاحنا بنضطر ان احنا نشيل العصب اما لو هنشيل العصب الأسنان كلها يا دكتور ما احنا مش هنعمل مش هنعمل الكلام دا هو الا في السنان الحساس هو مش كل سنان وهتلاقي فيه أماكن معينة بس وفيه دلوقتي طرق بنعالج بيها الحساسية بالأسنان بتبقى أريح للمريض فمش كل حالة يعني يلا عدسات يلا كده لكن ما نزلمش اللومينير مش هو السبب في التنسوس لا اللومينير مش هو بالعكس دا هو اللي بيعمل حساسية في السنان الريدوكشن كامل للسنة أو الدرس اللي هو التربيش لكن اللومينير انت يعني حاجات بسيطة جدا وبتغطيها بعد كده وفيه حالات اللومينير مش بنلمس السنة هالس امتى بالمس السنة في اللومينير لما يكون السنة معاوجة في دريفتنج طلع شوية عاملة ضب بحاولة زباطها لان المريض جاي عايز ياخد سنانه مصفوفة لونها أبيض مصفوفة في صف دا هو المين كونس المريض ودخل عندي العيادة مش عايز أي حاجة فانا بزبط بحيث انه نديله الشكل الجمالي وفي نفس الوقت ما أصرش على الفناتكس بتاعه على الكلام وما أصرش على الوظيفة طبعا لا أصر على الوظيفة يعرف يأكل كويس يعرف يتكلم كويس يبقى الشكل بتاعه كويس وهو مش بس شكله خلاص طيب بالنسبة للإسناب أون اللي هي يا جماعة زي الهوليد اسمايل بس تتركب وتتقلع كده زي العدسات المتحركة تمام اعتبر عدسات متحركة ايه حكايتها؟ والله الاسناب أون هي يعني كويسة ومش كويسة بتبقى مش كويسة معناه يعني واحد سنانه طويلة وبتحطيه الاسناب أون هنطول سنانه أكتر سنانه ما بعرفش تتكلم بيها يعني مدايقاء في الفناتكس بالكلام تلاقي فين والشين والحكاية ضايع معها قوي وفيه الناس اللي عندهم سنانهم قوة سيارة ممكن تنجح معاهم وتبقى كويسة فهي لها حالات وحالات مش كل الحالات بتنجح فيها ودي طبعا من ضمن عيوبها كمان احنا دي بس بنتي بتلبسيها بس بمناسبة في خروجة في الكلام دا كله لكن ما نفحش ناكل عليها اي حاجة خالص اخرها حتة جاتو عصير كلام دا لكن اي حاجة تانية غير كده ما نفحش ناكل عليها خالص مش عملية مش عملية ولكن هي بتنفع مع ناس بدل ما فيه ناس بيقول لك هعمل تبيض والتبيض بيعمل حساسية في السنان فعشان كده بيعملوا سناب اون المتحرك بس هي بزي ما قلت لحضرتك بتنفع معناس وبتنفعش معناس كمام طيب دكتور الخطوات سريعة فده اللي يعني هي يوميا الاسنان والله يعني هي يوميا الاسنان لازم غسيل سناننا بعد كل وجبة ده لازم اساسي وغسيل السنان الناس المتخيلة بس في الفرشة والمعجون غسيل السنان فرشة ومعجون لازم وخصوصا غسيل السنان قبل ما ننام مش بعد منصحه لان البكتيريا بتشتغل دايما بالليل فشغل يعني فدايما نركز على غسيل بالليل دي اكتر من غسيل كل احوالنا حاول اي ما ناكل حاجة ياريت ده يبقى حاجة كويسة خالص طبعا الخضرات والفاكهة والحاجات دي بتعمل مساجد اللسة بتساعدني التفاح الحاجات دي كلها بتبقى حاجة طبيعية اكتر شكرا لك يا دكتور الحقيقة الحديث شكرا لكم مشاهدين كان معاكم القيمة العلمية الكبيرة الدكتور محمد الفرجاني ان شاء الله استنوني معاه هنطلع لايف بعد الحلقة على البيج بتاعتنا برنامج نور التب كتبوا كده بالعربي برنامج نور التب هتلاقونا على فيسبوك ان شاء الله هنطلع لايف انا وهو هننوه عن مواد الاعادة شكرا لكم جدا كانت معاكم نور العقاد الى اللقاء